في الوقت الذي أصدرت فيه القاعدة العديد من التسجيلات الخاصة بالظواهر هذا العام لم يشر أي منها إلى الكارثة الحقيقية التي تحصل للقاعدة في سوريا تنظيم القاعدة في سوريا أو ما يسمى بحراس الدين لا يزال يعاني من خسائر هائلة في قيادته ومن تراجع واضح في العمليات فضلا عن الانقسامات الداخلية ولا يمكن للجماعة أن تجد الدعم في الظواهر الصامت والضعيف مرة أخرى وببساطة تدعم القاعدة الظواهر بحيل وسائل الإعلام الرخيصة التي تجعله يبدو كأن له سلة بالحاضر في الواقع رسائل الظواهر وعلى الرغم من إصدارها بشكل متكرر فإنها لا تلامس أي مشاكل حقيقية لذا يطرح السؤال مرة أخرى يجب أن تعرف القاعدة أن الظواهر قد مات وهل يستعد تنظيم لهذه المسألة من خلال تشويش إصداراته؟ لا يوجد تنظيم أو كيان آخر يقوم بذلك إنها مهزلة بالفعل حتى عندما يظهر الظواهر في الفيديو يبدو أنه يتم تلاعب في الإضاءة ونخمة الصوت باستخدام تقنياته ما بعد الإنتاج الرخيصة في محاولة لجعل الطبيب المريض يبدو كأنه أكثر حيوية وكما أشيع يبدو أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة طويلة الأجل مثل السكر وأمراض القلب وأمراض الكبد والأمراض الأخرى التي ظهرت مع التقدم في السن الجولاني قام ببناء قاعدة من الدعاة الزائفين الذين يظهرون بشكل منتظم في وسائل التواصل الاجتماعي ويدوسون على توجهات الظواهر وأيديولوجية القاعدة بأسليبهم شبه الجهادية والقاعدة عاجزة وغير قادرة على الاستجابة من الذي سيتولى قيادة سفينة بلا دفة؟ مع وفاة الظواهر وبعد خلفائه المختارين ناصر لحيشي الذي توفي في اليمن وأبو الخير المصري الذي توفي في سوريا لم يعد هناك أحد لتولي قيادة التنظيم هؤلاء القادة المتبقون في القاعدة هم شخصية معيبة بشكل قاتل يعيش سيف العدل وأبو محمد المصري في أحضان الحكومة الإيرانية الفخرة والدافئة وهم أضحوك بالنسبة لما يسمى بالعالم الجهادي ويتم رفضهم لتحالفهم الغامض مع إيران ونفاقهم فيما يتعلق بالتحالف إنها نكتة لا تصدق أن يعيش ما يسمى بطليعة القاعدة في إيران بشكل مريح حمزة بن لادن الآن الشيخ حمزة الطفل والذي حصل مؤخرا على لقب الشيخ وجرد منه في النشرات الإعلامية للقاعدة بسبب الغضب الشعبي من محاولة القاعدة الفاضحة لإعطاء الشرعية للصبي وهو الوحيد المتبقي وهو ككوقعة فارغة فأيدته الوحيدة هي أنه يحمل اسم عائلة والده